اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لإصلاح نفسه فدلوقتي المشكلة عندنا ان النار لو استعمالها محدود بتقدي الغرض لو فلتت بتعمل كرسى الجسم كده اول ما تبدأ فيه الاصابة يبدأ استعمل الالتهاب لتصليح الاصابة بينجح في معظم الحالات احيانا تنفلت منه والمواد الالتهابية اللي هي السايتوكين والانترلوكين يزيدوا قوي فيبدأوا يعملوا امراض زي الفايبرو مالشة التلاف العضلي او ساعات تنفلت منه في وجود فيروسات زي السايتوكين ستورم في الكورونا عدريك عارفها طبعا فدي موجة التهابية بتكسر كل الجسم بسبب انه بيعالج نفسه من الفيروس فكسر نفسه فدسمه التدمير ذاتي اعصار للسايتوكين فبيعمل تدمير ذاتي او ساعات عملية الاصلاح والالتهاب لا تكتمل فتبقى الاصابة مزمنة يعني لو انت عندك قوة دفع لقطار اسمه قطار الشفاء فلازم معاه قوة التهابية قوية علشان نحركه اذا تحرك خلاص هيعدي بالمراحل بتاعته اللي هو فكل المراحل دي في التصليح بتبدأ بقوة الدفع اللي هي قوة النيران الالتهابية اسمها الحد لو فشل ان تكمل القطارات وربعة توقف على كده وتبقى نسبة التهاب بسيطة اسمها كرونيك مزمنة ودي ما فيش خروج منها للأسف لان فرصة التصليح الاولى عدت فالقطار اغلق او تنفلت منه ويولع في بقية الجسم فاسمها تلايف عضلية بيأثر على ايه بقى للتهاب المزمن في التلايف العضلية وغيره بيأثر على المخ بيعمل اكتئاب بيأثر على الدهون بتعمل انسولين رزيستنس بتخلي الواحد يدخن بتأثر على الكبت بتخلي ما يطلعش هيموجلوبين كويس فيجيب لك أنيميا بيأثر على المفاصل فيها تآكل على التهاب السينوفيا الممبرين اللي هو الأخشية فيعمل رشح فيقعد يكسر كده في الجسم والجسم تفرج عليه مش قادر يبدأ التصليح لان خلاص القوة الالتهابية الأولى انتهت فدي مشكلة اللعبة بالنار اللعبة بالنار أنك ما تسبش أو بمعنى صح تتدخل بالشكل الخطئ فتمنع التوالي بتاع أساليب الجسم في التعامل مع الانتهاء صح الجزء الجاي ده أهم جزء في الحلقة على الإطلاق لأنه ده واحد من حاجاتي الحضرات نورتها كتير طوال السنوات وطوال الفترات اللي فاتت لنزلك الغدروفي في عقلية المصرية العقلية العربية أول حاجة بتيجي في تماغي ببن أدم على طول يعني وبتثبت يعني حد قال لحد أنت عندك نزلك الغدروفي بيفضل عايش آه على طول بهذه الفكرة حتى ما يخف برضو بيرجع يقول حتى لو جيه عند مثلا حضراتك عند أي حد من الزومة لا قال له لا أنت ما عندكش يابن نزلك الغدروفي أنت تعيش على الوهم ده صح ومن هنا في ترم قلته برضو بتاعت من زمان قوي اللي هو الجريزون آه المنطقة الرمضية صحيح دي حاجة بتاعتك آه اشرح لنا بس الأول أشباه لنزلك الغدروفي واشرح لنا تاني ماذا تقصد بالمنطقة الرمضية طحيح المنطقة أشباه لنزلك الغدروفي اللي هي ألام في نفس المكان بس مش جاية من ضغطة العصب في القناة العصبية جاية من خارج العمود الفقري أوكي فالغدروف دي ألام جاية من داخل العمود الفقري ليها منظر والألام الخارج العمود الفقري ممكن تدي نفس المنظر بس التشخيص الدكتور بيطلع الفرق العين مستحيل يطلع الفرق زي العقد العضلية دي من أشهر الحاجات ونتيجة تشيل الحاجات تقيلها عضلة الكاتفة بتتمزق فتبدأ تطلع ألم تعمل صداع تسمع في الإيد تنميل بس احنا بالكشف بنلاقي حاجة اسمها تندر بوينت يعني نقط التهبية أو مؤلمة دي أكتر حاجة بتبان إنما حركة الرقبة ما بتفرقش ساعات الغضروف مع حركة الرقبة بتفرق ساعات تلاقي العضلة خاصة ساعات تلاقي قوة إيده ضعفة طبعا لو تطور أكتر من كده بيأثر على حركة الرجلين والمشي الجري زون دي منطقة غايبة عن الطب وغايبة عن المريض يعني معظم الأطباء ما يدروش حاجة عن ألام العضلات بسبب إن تشخصها صعب وما لوش أدلة أدلتها الكشف كمان أعراضها متدخلة مع الغضروف فالأسهل إن احنا نبص على الأشعة على طول مش الأسهل إن احنا نعالج المريض زائد علاجها كمان صعب شوية فعلشان كده ما فيش تخصص داخل فيها وقعها في الطب يعني نشرحها أكتر إيه هي الجري زون؟ نرجع للصورة اللي فاتت عشان أنا عايزة فهمها إيه هي بقى الجري زون؟ الجري زون إن مريض يا إما عنده غضروف فده معروف إنه عنده غضروف وليه حملية إنما مريض تاني كويس وسليم ده يبيض ده سود المنطقة الرمضية دي دي تشمل عدة تشخصات بيتغلط فيها كتير جدا منها دي شرايين الرجلين دي أسباب عدم القدر على المش بتتخلط مع دي القناة العصبية اتنين ألام العضلات وخصوصا عضلات الحوض ومفاصل الحوض بتتخلط مع الالتهاب نتيجة الغضروف تالت حاجة حاجة اسمها بايرفوم سندروم عضلة قفل على عصب الرجل بتعمل ألام عرق النساء بس من العضلة مش من العمود الفقر بدي شبهه بالزبط بالزبط دمور العضلات بيعمل ألام عضلات شبه جدا ألام عرق النساء تلاف العضلي بيعمل كل أعراض كل الأمراض يعني مريض التلاف العضلي ده أصلا مريض عادي وسطنا محدش شخصه وعمل يشتكل كل الناس بكل الأمراض إنه عنده غضروف عرقي وعنده غضروف قطني وعنده خشونة وعنده التهاب وعنده اكتئاب وعنده تنميل وعنده عاجات كتير قوي فالناس دي وقعة في الجريزون محدش عارف يطلحها لهاي يلاقي تشخيص عدل ولا لقي علاج عدل ولا عارفة عندها إيه بقى لها سنين فبتضطر يتعالج نفسها وبتدور على الخرافات ده وذول بقى محد يتقاله أنت عندك ساتكة عندك عرق الناس وهو عنده العضلة هي اللي ضغط على العصب هم وإحنا متصورين إن اللي ضغط على العصب هو الغضروف وهي العضلة فعاود أعالج في الغضروف أهو هعمل عملية في الغضروف وهو الأخير والعلم مش تحسن صحيح فيقول لك الألم رجع لتاني الغضروف العملية بازت صحيح يعني مش العملية بازت مفيش عملية أساسا يعني ما كانش فيه داعي للزراحة في الحالة دي في الحالة دي دي منطقة رمضية مهمة جدا عاملة زياد ضباب هي فعلا تسمية صحيحة لمنطقة الضباب دي في فيلم اسمه الضباب فيلم مهم جدا في السينما الأمريكية والنسبة دي من المرضى كتير على فكرة كتير جدا يعني غالبية المرضى في الجريزون غالبية مرضى كتير جدا في المنطقة يعني حضرتك من ألام الغضروف الحقيقي لا تتجاوز 5% من ألام الظهر والرجل ف95% واعين في الجريزون 95% ليسوا بالفعل غضروف حقيقي بسبب طبعا ظهور الرنين المغناطيسي قطر جدا حالة الغضروف اللي هي أصلا كان موجودة بس يعني مش متشخصة غضروف بسبب الرنين نعم فأي حاجة خفيفة خارجة مكانها تسمى غضروف بس ده غلط يعني لازم يبقى فيه تفصيل كويس لتقرير الأشعة وهو ده المقلبة جماعة ان احنا نعمل الرنين فنشوف حيطة غضروف طالة فاكتب غضروف وانت بتشيك من قلم القلم جاي من العضلات صح وجاي من العضلات العضلية وهنا مقلب جامد قوي بس خارج العمود الفق بس خارج العمود الفق فمش هيشوف الرنين صحيح مش هيشوف الرنين وهيقول ده في غضروف فهو لا بيكذب واللي معندوش خبرة كافية صحيح لو حد معندوش خبرة كافية هيقول له انت عنده غضروف فهو برضو لم يكذب ما هيعايز خبرة برضو هاف قدامك كيف نضع بروتوكول الهلاك بروتوكول العلاج لازم حكتين اولا زي ما احنا قلنا كل عيان لازم يبقى متشخص التشخص بساعه اللي هو دخل الباب بتاعه بالضبط وبعدين العلاج الاسلم لحالة المريض اللي في مصلحته باختصار يعني لو مريض عنده مشكلة وداخل على ضعف في العضلات او شلل بسبب مرض لازم نبدأ بالجراح مش هنديله فرصة انه احنا نفقد اعصاب او نفقد خلايا لو مريض فرصة الجراحة عنده محدودة وسنه كبير وامراضه كتير فيستحسن نبعد تماما عن الجراحة الجراحة هو خروج من المرض غير كامل غير مضمون العواقب يعني ايه يعني زي ما احنا اتفقنا انه ممكن تتقسم حالة المريض 20% التهاب اعصاب 30% انزلاق غضروفي 50% خشولة هنخش الجراحة مكسبنا الوحيد 30% وتبقى 70% مدايقينه فاحنا مكسبنا شكت قدامها مضاعفات ممكن تحصل ولا لا فده خروج غير كامل غير مضمون العواقب نخش امتى لما يكون في حالة طوارق emergency حاجة اسمها كودا اكوينة سندروم يعني غضروف قطع التحكم في البول والبراز وسقوط مشترك او يكون في غضروف عنقي مؤثر على الحركة سن المريض صغير حيفضل معرض انه ما عرفش يمشي لازم ننقذه غير كده الاستفادة محدودة في علاج الالم يعني مصدر الالم غالبا ما بيكونش غضروف لوحده ففي بدايل ممكن نلجأ لها وبعدين ننتهي بالجراحة لو فشلنا تماما البدايل دي هنعد بقى يعني فيزيولوجية الجسم فيها كل هذي البدايل صحيح اه ايه يوم بقى احنا نرجع تاني لعنوان الحلقة اللعبة بالنار نعمل تصليح محدود عن طريق التهاب محدود متحكم فيه يعني نرجع الجسم تاني لفرصة الشفاء بتاعته اللي فشل فيها بس احنا انقضها ونعدي مراحل اللي فشل فيها ونديله عوامل النمو اللي محتاجها كان يعدي بيها زي ما نيجي ندرب مثلا مثلا الناس على تدريبات عسكرية او اللي بيسموها يعني مناورة عشان يستعدوا للحرب الحقيقة صح بالزبط اه وتديله كل حاجة عايزها تقناها حرب حقيقة صح فاحنا بنعمل كده مع الجسم الجسم كان هيعمل كده بس فشل ومش هيعمل تاني فاحنا في علاجات اسمها الريجينراتيف ميديسن علاجات بنائية دي بتوجه تاني التصليح في مصاره الطبيعي اللي وقف غلط في النص وما اكتملش او انفلت من الجسم وولع فيه فبنرجعه محدود متحكم فيه احسنهم في النتائج حقن الصفايح والبلازمة او الPRP من دم المريض او فيه حاجة اسمها الورثوكين ده طريقة معدلة علشان نعمل افل او بلوكيج للانترلوكين في الريسبتورز بتاعة الخلائق نقفل المناطق اللي بتخش فيها عوامل الالتهابية من الخلايا فدي احسن بكتير لما يكون عندك نار تطفيها وبعد كده تبدأ التجديد اوكي فاحنا ده احسن اتنين يعملوا بيطفوا النار وفيه طرق اخرى لمرضى استجابتهم اضعف دايما احنا بنتأثر بالبيئة اللي حوالينا لو حد في جو مش مناسب تلوس اكل وشرب غير متوازن وزن مناعة كل ده بيأثر في كمان قوة استجابة المريض او شفاء المريض فبنحاول نحفزها بطرق تانية واحنا ما عندناش حاجة متحايزين لها يعني احنا زي ما قلت حضرتك في عدة طرق للعلاجات البنائية احسن اتنين PRP والأرسوكين يعتبروا الجيل الاول والجيل التاني بعد كده نعالج نجدد مادة الكولوجين دايما الناس بتفتكر ان الكولوجين بشرة وجلد الكولوجين 35% من بنيت الجسم بروتينات يعني اول 3 انواع عضم ومفاصل وغضريف واخر واخر نوعين اللي هو الرابع والخامس ده جلد وكنك تفتشه اللي هي الانسجة تضم يعني هو موجود في كل منطقة في الجسم ففيه ويبدأ بقى القطار يعدي في مراحله اللي هو الريجينيريشن والماتيوريشن والموديوليشن بتاعة الانسجة اللي هي تتشكل زي الانسجة القديمة تماماً بحين الكولوجين فين في الجسم الكولوجين بتحائن سبكي تينيس أو ممكن انترا ارتكل جوه المفصل اه أو في المصل يعني على حسب احنا عايزين نوصله لفين وعلى حسب الاصابة فين في الليجيمنت في الاربطة دي خصط حية ولا في العضلات ولا في المفصل نفسه انواعه مختلفة عايزين نعالج العصب ولا العضلة عايزين نعالج الغضروف ولا التهاب الاربطة أو مزء الاربطة ففيه اماكن وطرق وتكنيك مختلفة بس كل الحق نقامن وبسيط ما بيوجعش زي الحاجات دي اه وبيجدد معظم مناطق الجسم اه هنا مثلا في واحدة من اصابات المشهورة لعيب الكورة سواء مفصل الكاحل أو وطر اكيل اه ده سائق جدا جدا اه وبعدين يعمل اعاقة انا حيات لعبين كتير للأسف وناس كتيرة بتقعد اصاباته ربعض يعني كل ما يعني يبدأ يتحسن رجلو تتني تبدأ تتمزق او يجبسها او عمل عملية وحصل سكار في الليجامنت يعني التحم بانسجة لفية فما بقتش تقدر تشيل الوزن ضعفت يعني فهو بيجددها تاني تنس قلبه ده من حاجات المشهورة برضو اي حد بيرفع حاجات ايلة دايما يتمزق ويبدأ يعمل الام في ايده عنيفة دي برضو ممكن تتشخص غلط غضروف بس ده متنس قلبه التهاب وطر التهاب وطر اليد اليد طبعا مفصل الكتف برضو ممكن فروزن شولدر او برضو يتشخص غلط انه غضروف او ساعات بيبقى نتيجة حاجة اسمها البريكيا البليكسس انجري التهاب في الدفيرة العصبية بيعمل دمور في عضلة الكتف ويبدأ يعمل تيبوس في مفصل الكتف فبردو بيساعد البي ار بي خنقة العصب دي مشهورة في السيدات دي خنقة العصب مشهورة في كله ايوه هو علمين في الكتب الستات اكتر الفيميل اكتر لكن احنا بنشوفها في كله في كله صحيح اه هي برضو من احسن نتاج فيها حقن البي ار بي والجروش فاكتور اهه دي بتخلي الست بتقدرش تبسك حاجة يعني اه وراجل مقدرش يسوق هو بقى كله مبالات دلوقتي وكله قدمنا بميلة برضو فبقى ومزعجة جدا لمعظم الناس حس انك ماشي متكتف كن جبل شايله على كتفك فبرضو حقنها بيفكها والعضلة بتبدأ تجدد نفسها ونتاج كويسة حقن العقد العضلية كل الناس عندها عقد عضلية مفيش حد ما عندوش لا مفيش اه طبعا مع التكيف وال التكيفات يا خارب التكيفات دي مدمرة وفي ناس بتقعد كتير اوي شغلها على الكمبيوتر والكمبيوتر وتكيف اه يعني هو عنده كل عوامل يسوأ يعني كوبوتر تكيف كل عوامل كل عوامل هو لما لوحد فرقع التلفزيون فهو كده كده وحياة الناس بقت كلها على كراسي سيدنتري لايف اه كراسي صحيح البي اربي او الاحساليب الحديثة والبرولوثيرابي برضو برولوثيرابي ديكستروز 25% برضو مستو بيعمل بقى في الاربيطة اقوى جدا يعني الحالات اللي عايزين او الاربيطة سواء قلصنا بي اربي او في النص بنستعمله زائد البي اربي بيساعدنا في حاجة اسمها ديق القناة العصبية بسبب الخشونة فزي ما قلت حريرك هو الانواع مختلفة للعلاجات البنائية اختيارها على حسب حالة المريض حسب استجابة المريض والمرحلة اللي عايزين نعديها او نوصل لها لان العيان حالته بتتعلق على كذا مرحلة وفي الاخر بنوصل ان احنا نتمم الشفاء بان احنا بنبدل ان شاء الله عندي اسئلة بقى سريعة وايجابات سريعة لا تفضل السؤال السريع الاول دايما السؤال ده بيقى ناس كتير دلوقتي المفروض تسأله وتفهمه PRP يحتاج الى طبيب متخص او معنى اصح تخصص علاج الالم لانه الPRP ناس كتير دلوقتي للأسف مندو خلاق على الطب بيحقنون او مندو خلاق على التخصص زي ما حرج بتقول انا بيجي لي ناس بتقول لي انا تعالجت الPRP وما فيش نتيجة هو كده يعني حرق فرصته المثالية في الشفاء بالPRP الPRP هو تركيزات مختلفة نتيجة فصل باجهزة مختلفة زاقت كمية العينة اللي حناخدها قد ايه تناسب حالته زاقت طبعا نرجع للبداية خالص التشخيص احنا ماشيين فان اتجاه هلا قصلا هو ده علاجه ولا لا هل علاجه لا واحده ولا لا اللي بعده كمان مكان الحقن وتكنيك الحقن وكام مرة حناخدها واستجابة المريض ماشي ازاي الأدوية المساعدة ايه حاجات كتيرة جدا بتفرق طبعا فعلشان كده زا محرك بتقول طبعا يعني هو الموضوع اه بقى منتشر شوية وبقت ناس غير متخصصة والفشل معاهم بقى اعلى فبقت ناس تبعدوا في اللحقن قبل كده مش هكرره هنحاول نشوف بديل بس لما بيرجع ياخدوا تاني بلاقي النتاج بختلفة ده معناه ايه؟ انه كان بياخد مية انه كان فيه مشكلة كان فيه مشكلة في عدة طرق اه في التجهيز صحيح التجهيز زا محرك بتقول التركيز نقطة الحقن التشخيص الكمية اللي بناخدها حاجات كثيرة قوي مرتبطة بحالة المريض ومرضه فعلشان كده مالوش لازم انضيع فرصة العلاج على حد اه طبعا وبلاش يعني مثلا ناس تنظر الى انه البيئربي تقنية مفهاش لا ده تقنية فيها كثير من التكلفة فيها كثير جدا من الماتيريال نفسها اللي بتستخدم لازم بيكون ماتيريال اصلية مش مضروبة وكل حاجة دلوقتي بقى فيها المضروب وفيها الحقيقة السؤال التاني يعتقد الكثيرون ان البيئربي فيه اضافات مثل الكورتيزون اه فيه ناس كتيرة بتيجي تقولي انت بتحط عليه ايه هو انا ممحطش عليه حاجة لانه هو ما ينفعش تحط عليه حاجة انا بستعمل الخلايا اللي جوه اللي اسمها الصفايح دي اللي بتنزل البروتينات اللي بتشتغل اسمها جروس فاكتورز الكورتيزون يوقف شغله لان الكورتيزون مضاد التهابات واحضرك احنا قلنا ايه بنلعب بالنار احنا اساسا بنلعب بالنار لصالح فاحنا عايزين التهاب نعمله علشان احنا نحركه في اختار الشفاء بنعمل مناورة صحيح حاجة نطف النار دي يبقى انا ايه وقفت العملية كمان فما فيهاش طبعا اضافات السؤال التالت ده سؤال مهم جدا الناس عندها اعتقاد جاذب ان اللي هياخد بيه اربي هيستمر ياخده متى الحياة صح لان هو بيئيس على خبرة الكورتيزون ان ده الناس اللي تعالجت زمان بكورتيزون كورتيزون بقاله مئة سنة مثلا فدايما يخلص مفعوله يروح يحن يخلص مفعوله يروح يحن فهو بيئيس على خبرة اللي تعالجه بالكورتيزون انما لا البي اربي يعني بشوف عينين معالجه من سبع سنين وخمس سنين الحمد لله هايلين يعني هي عملية شفا اللي بتنتهي بيه الشفا خلاص مش محتاج علاجتين دي مثلا اشعات ما بعد الالاج اه يعني حضراج دي من الاشعات الجميلة ان كان فيه غضروف كبير جدا وبعد ثلاث شهور اختفى بعد العلاج وظهره ما تفتحش العيان اتحقن خف الغضروف اختفى كأنه عمل عملية واحسن يعني حضراج هتشوف الاشعات اللي قبل شايف الغضروف الخامسة اقوله عجازية كبير والاشعات اللي بعد اختفى فهي عوامل نمو ساعدت ان الجسم تخلص من الغضروف وضغطة العصر هنا هقف قدام سؤال اخير بقى ايه المخاطئ في تصرفات الناس في التعامل مع اصاباتهم وقلمهم كونكلوجين كعامة احنا قلنا قلنا خمسين الف حاجة لو قلنا الابرز هيكون ايه الابرز هو اهمال الشكوى لان اهمال الشكوى بتخلينا نوصل لمرحلة علاجها صعب واللي بنفقده ما كناش فقدناه يعني اللي حييجي في مثلا درجة خشونة اربعة ما كانش احسن ييجي في درجة خشونة واحد واثنين يعني لان الغضروف اللي بتروح ما بترجعش العصاب اللي بتتلف العضلات اللي بتضمر دي ما بترجعش فطبعا ملوش لازم نطنش الشكاوي المستديمة اللي ما بتروحش يعني ممكن واحد جاله مشكلة وعدت في اسبوع اتنين خلاص اوكي كلنا كده انما طولت وبعدين عملت لي اعاقة وبعدين خليتني اخد مسكن وبعدين مش قادر استغنى عنه لأ كده فيه انظار مش كويس فما استناش على نفسي ما اقولش اوكي بكرة حخف ما اقولش انا مش لقي حل ما اقولش ان افقدت الامل هو يعني طبعا ما فيش حد يفقد الامل لان يعني ربنا عامل الداء والدواء يبتلي بيه ويداوي بيه من يشاء فيعني ملوش لازم ان احنا نفقد الامل ودائما ربنا عنده الشفاء بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون التشخص غلط ممكن يكون ما خدش العلاج المناسب ممكن يكون لسه ما جاش معاد ان ربنا يشفي فيدعى ربنا ويتوجه للعلاج المناسب لي تواجه للعلاج المناسب واكتشاف طبيعة المرضى الحقية بدون الوقوع في هذه المنطقة الرمضية من اللخبطة وفهم الدقيق لكلمة دي دي في الطب ديفرينشيل دياجنوس لاحتمالات التشخصية الاحتمالات التشخصية دي هي لوب البرنامج ده احنا لما عملنا البرنامج ده من سنين كان هدفنا الاساسي ان احنا نوضح للناس ان مش كل التشخيص في الطب ان الطب ده مش شيئش سهل ان صداعي يعني معناها ان انت عدق طغط بس او ان مثلا عدم القدرة على البلع ده معناها مشكلة بس في المريء او ان هجاني معناها ان الرئة فيها مشكلة لا في احتمالات تانية زي ما بيكون الالم كمان جرس انذار هو جرس انذار لكتير جدا من الاحتمالات جرس انذار احنا بس مش عارفين هو جاي من انهي غرفة ممكن يكون جاي من غرفة الانزلاق الغضروفي ممكن من العضلات ممكن يكون من الاوطار ممكن يكون من الاربطة ممكن يكون من النسيج الدهني لوحده ده كرسة يقدر يعمل الام شديدة للغاية النهاردة حوار ممتع جدا وساعدتك نوارتك العادة وابدعت شكرا دكتور في واحدة من اجمل الحلقات انا نفسي قعدت النهاردة استمتعت وعلى فكرة النهاردة يستفيد جدا الفيلد الرياضي المجال الرياضي كله يستفيد النهاردة من الحوار بتاعنا وطبعا الناس العاديين لان الناس كلها دولها تبتلعب رياضة مالبطو بيسات والجاري ولا الاكل العيش وهو ده الرياضة ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع لأستاذ الدكتور ايمان عينب أستاذ جراحات المخوة العصاب والعمود الفقري الأستاذ بكل الطباء أسرعيني جامعة القاهرة صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجيا الجسم من ميلانو الإيطالية وزميل الجامعية العالمية لمناظر العمود الفقري الفرنسية كان ضيف في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة